وأخيرا يسدل الستار على أطول جولة محادثات يمنية في الكويت وصلت محادثات السلام بين الحكومة والميليشيا إلى النهاية النهاية التي لم تبتعد كثيرا عن نقطة البداية ولم تصل بالأزمة اليمنية إلى أي مكان وهما جعل المحادثات تبدو أشباب متاهة لا مخرج لها سوى هذا الفشل وفيما من المنتظر أن يعلن والد الشيخ اختتام المحادثات بعد رفض الميليشيا التوقيع على مسودة الاتفاق المقدم من النبعوث الأممي يتوقع أن يعلن والد الشيخ استئنافها في وقت لاحق في بلد لم يتم تحديده حتى اللحظة لتتكرر الإشكالية ذاتها في كل مرة وهو ما يعني العودة دائما إلى نقطة صفر بحسابات الربح والخسارة يبدو ميزان المكاسب بعد أربعة أشهر من المحادثات مائلا لصالح الميليشيا ففي اللحظة التي سيعود فيها الوفد الحكومي للرياض وليس في جعوبته سوى عبارات الثناء والمديح التي حصل عليها من المجتمع الدولي نتيجة التزامه بجدول الأعمال وتقديمه كل التنازلات المطلوبة للتوصل إلى اتفاق يعود وفد الميليشيا وقد حصل على معظم مطالبه تقريبا وبشيء من التفصيل فقد ذهب الوفد الحكومي للكويت للتبحث بشأن آليات تنفيذ القرار الأممي 22-16 وبعد أيام من المحادثات عادر يوافق على ما أسمي بالنقاط الخمس التي عدت لحظتها تلخيصا لهذا القرار لكنها كانت مجرد خطوة أولى للذهب بعيدا عن القرار الأممي انتهت بالتوقيع على مسودة اتفاق غامض تتداخل بنوده بشكل مربك ويميل لصالح رؤية الميليشيا بشكل أو بآخر أما وفد الميليشيا الذي ذهب إلى الكويت لكسب الوقت فقد عاد أيضا بحملة علاقات عامة أكسبت رؤيته قبولا ملحوظا وداعمين دوليين جدد ومجلسا سياسيا حاكما في صنعاء ما الذي ستحمله هذه النهاية المتوقعة لمحادثات كانت تسير بمحادثة الفشل منذ اللحظات الأولى يقول البعض إن الحرب التي تلوح الآن من على جبال نهم هي الطريق الذي سيحبر إلى قلب العاصمة فيما يرد البعض الآخر أن مزيدا من الجمود سيكون هو الملمح الأبرز للمرحلة على وقع إعلان الميليشيا مجلسا سياسي في صنعاء وبقاء السلطة الشرعية خارج البلد في كل الأحوال تبدو الأزمة اليمنية ذاهبة باتجاه اللاحرب واللاسلم الطويلين اشتركوا في القناة